نتحول إلى أسواق المال حيث أنهت البورصة المصرية التعملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغط من مبيعات من المستثمرين الأجانب بينما مال التعملات للعرب والمصريين نحو الشراء وقد تراجع رأس المال السوقي بنحو ملياري وسبعمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى سبعمائة وثمانية مليارات ومائة مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة سبعمائة وسبين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى أحد عشر ألفا ومئة وتسعة وثمانين نقطة كما انخفض أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 والذي انخفض بنسبة أربعة من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ألف وثمانمائة واثنين واثنتين وخمسين نقطة التراجعات شملت أيضا مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا والذي تراجع بنسبة أربعة عشر من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ألفين وثمانمائة وخمس وثلاثين نقطة